بريطانيا مستمرة في التصعيد ضد روسيا بوري جونسون يجتمع بنظرائه من أربع دول في أوروبا الوسطى في محاولة منه لإفشال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما سماه جونسون إيجاد نفوذ في أوروبا يتحكم به الكريملين كما تشاور معهم في كيفية خفض اعتمادهم على الغاز والنفط الروسيين ومواجهة تدفق اللاجئين الأوكرانيين المثير للاهتمام أن الدول الأوروبية الأربعة في أوروبا الوسطى تريد الابتعاد في الاعتماد على الغاز والنفط الروسيين بسبب الأعمال الشنيعة التي ترتكب في أوكرانيا البرلمان البريطاني يستقبل الرئيس زالنسكي بحفاوة بالغة أعضاء في مجلس العموم وصفوا خطابه بالتاريخي الرئيس الأوكراني استحضر من مجلس العموم بطولة تشيرشل وأدبيات تشكسبير لطلب مزيد من الدعم العسكري وفرض حضر جوي في أوكرانيا سنواجه هذه الحرب ولا نريد أن نخسرها وسنفعل كما فعلت بريطانيا ضد النازية وسنحارب من أجل أوكرانيا الأحزاب السياسية البريطانية أثنت على بطولات الأوكرانيين وتعهد تقديم الدعم لكييف في مواجهة روسيا فيما تقدم المساعدات العسكرية والمالية والدبلوماسية لأوكرانيا ما زالت لندن ترفض إلغاء تأشيرات دخول اللاجئين إلى أراضيها لأسباب تقول الداخلية البريطانية إنها أمنية تتعلق بعدم دخول الروس والإرهابيين إلى بريطانيا مستسرور لندن الميادين